ازايك عامل ايه ايه الاخبار كله تمام تحياتي ليكم جميعا جدا اوي خالص منورين فضل اولا ياسر انور منورنا مؤسس الفرقة الرائعة الجميلة روعت نغم فرانكو كايرو اول حاجة لفتت نظري عادة ان الفرقة بيبقى لها ايه اسم كلمة او كلمتين ايه قصة الاسم كله والله احنا الاول كانت فرقتنا كان اسمها فرت رسال سيد درويش ده من سنين طويلة وبعد كده ابتدنا ان احنا نطور المزيكة بتاعتنا نطور الشغل بتاعنا فابتدنا بعيدة عن سيد درويش يعني ابتدنا كمان نطور الشغل بتاعنا لان احنا نعمل حاجات بس بشكل فرانكو شوية بس طبعا ما جيش ناحية الاساسيات بتاعة الالحان فان احنا نقدر ان احنا مثلا نصرع في التنبو ونعمل صلوات للموسيقيين الموسيقيين الحاجات دي كلها فاحنا حطينا اسمي طبعا القاهرة وطبعا احنا عشان خاطر بنغني كتير لشيخ سيد درويش وكلام ده فاحنا شايفين ان ما فيش اكتر من شغل سيد درويش على مر السنين العمر المئة سنة اللي احنا بنحتفل بيها انه اغني كلها او الالحان بتاعته كلها فيها نوع من الروعة حتى كلمة روعة دي على فكرة دايما لما حد بيكون كويس جدا او بيغني كويس جدا فتقول دي روعة طبعا فاحنا اخدنا الموضوع دي على فكرة بحس ان احنا بنقدم روائع او روعة للشيخ سيد درويش يعني او اللقامات تانية طبعا عظيمة في التراث المصري مما لا شك فيه ناس تأذنك ان انا عايز ارحب بكل الموجودين يعني انا احب ان احنا يعني ندلع الكل زي ما بيتقال شوف يا سيدي بقى طبعا يسر انواب منور الله خليك اخدنا اللي اسمع اسمه ورفع ايده ايا هشام برافو نوران هشام برافو محمد زكريا اه ابو حميد مروان سمير يا السلام عليك وبعدين ملك محمد ايوة شوفت انا من هنا هو اوكي وبعدين مريم هاني زكيا مريم عم لاقى ايه يوسف ياسر يوسف ياسر ايوة ايوة تشوى تبارك محمد زكيا تبارك اخوانا بقى العازفين الموسيقيين هادي الجبار لا لا هادي 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 مداش مين معانا على القرص احمد ايمن احمد ايمن انا بقى بوز كل القواعد الممكنة احمد عشان هتحرك وسلم عليك هرجع حاضر وقلنا ايه تاني وهشام لطفي هاشم هاشم لطفي هاشم لطفي منور يا استاذ ومحمود شحاتة ايوة وده ياسين وابراهيم تيتو منورين عاملين ايه كل تمام طبعا اعطيه فوق في الاخراج قال لي ارجع بوشت الدنيا لكن الحقيقة ان الموضوع يستحق جدا باكده بباكده اتبحتığım